أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلي لكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المرصنات ثم لم يأتوا بأربعة شعداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن خسرهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أرضع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاروا بالإفك غصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مما اكتسب من الإذن والذي تعلى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإذ لم يألوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم إما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روح رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمواكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئون الفر منكم والسعة أن يؤتوا للقرنى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مورؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأدسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أسكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مداع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قل للمؤمنين يغذروا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغذرن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهم إلا ما غار منها واليغربن بقمرهم على جيوبهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني إخوانهم أو ما ملكت أيماننا بالتابعين غير الإربة من الرجال من الرجال بالطفل الذين لم يظهروا على ورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله والله واسع علي المحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبذغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن عليكم فيهم خيرا وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إن أردنا تحسنا لثبتغوا أرضا الحياة للدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنكم زلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومرعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مسباح المسباح في سجاجة الزجاجة دكأ منها كوكب دري يؤمن من قد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضعب الله الأمثال من الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدم والآصال رجال لا تمهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإحقاء الصلاة ويتاء الزكاة يخافون يوما أن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسب رفضا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أرك ذلمات في بحر الوجي يغشى مرج من فرقه مرج من فرق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح لهنا في السماوات والأرض والقير صافات قل إن قد علم صلاثه وتصبيحه والله عليم عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله حكاما فترى البدخ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأوصار يقلب الله الليل والنهار وإن في ذلك لعبة لأوصار والله خلق كل دابة مما فبنهم من يمشي على بطنه ومنهم من من يمشي على رجعيه ومنهم من من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط من مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويقعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم من معرضهم وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الزعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأخعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتع الله ورسوله ويخشى الله ويطقهم فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم إن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير منهم بما تعملون قل أطيروا الله وأطيروا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما أهمل وعليكم ما أهملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي انتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركونني شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئي كوم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض صلاة عشاء ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم رماح بعدهم قوافون عليكم من بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأكفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لكن لا يرجون لكاحا فليس عليهم مجناح أن يضعن ثيابهم أن يضعن ثيابهم غير متبرجات من بزينة وأن يستعففن خير له وبد الله سمير عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرد حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم من مفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاكا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يضين الله لكم الآيات بعل لكم تعقنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسونه وإذا كانوا معهم على أمن جامع لم يذابوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسونه فإذا استأذنوك لبعض شئين فأذل لمن شئد منهم واستغفن لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم من بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لذا فليحفر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلي لكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح لا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أن ينقصهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلا من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لهم من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالرفك غصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تغلى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقصهم خيرا وقالوا هذا إذ كم مبين لولا جاءوا علي بأربعة شهادات فإذ لم يدوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم إما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو لا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله روح رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يدبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والواكر ولولا فضل الله عليكم ورحمتهما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئون الفر منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرنى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور ورحيم إن الذين يضمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مورؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزقهم كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قل للمؤمنين يغذروا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغذرن من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهم ولا يبدين زينتهم إلا ما ظار منها واليغربن بقمورهم على جيوبهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائ بعولتهم أو أبنائهم أو أبنائ بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو لزينتهم أو ما ملكت أيماننا من التابعين غيرئة الإربة من الرجال من الرجال أو الطفل الذين لم يذهلوا على أرات النساء ولا يضربن بأرجرهن ليعلم ما يغفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله والله واسع على النقيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبذغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إن أردنا تحسنا لثبتغوا أرضا الحياة للدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومرعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في سجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري من قد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغيق ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضعب الله الأمثال من الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ويوان وترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدم والآصال رجال لا تمهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاء الصلاة وإهتاء الزكاة يخافون يوما أن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقعة يحسب رصغم آلما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فرفاه حسابا والله سريع الحساب أرك ذلمات في بحر الوجي يغشاه مرج من فوقه مرج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح لولا في السماوات والأرض والقير صافات كل قد علم صلاثه وتصبيحه والله عليم عليم لما يفعله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله حكاما فترى الفدخ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأوصار يقلب الله الليل والنهار وإن في ذلك العلوة لأوصار والله خلق كل دابة مما فبنهم من يمشي على بطنه ومنهم من من يمشي على رجلين ومنهم من من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقول لهم الحق يأتوا إليه مذعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيث الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأخونا وأولئك هم المفلحون ومن يتع الله ورسوله ويخشى الله ويتقهم فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم إن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفا منهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي انتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض صلاة عشاء ثلاث أوراة لكم ليس عليكم ولا عليهم جماح بعدهم قوافون عليكم من بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأكفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا فيها ويرجون لكاحا فليس عليهم مجناح أن يضعن ثيابهم أن يضعن ثيابهم غير متبرجات من مذينة وأن يستعففن خير له والله سميع عليهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرد حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أممهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملقتم المفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح آدم تأكلوا جميعا أو أشتاثا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يضين الله لكم الآيات لعلكم تعقنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوني وإذا كانوا معهم على أمن جامع لم يذابوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسونه فإذا استأذنوك لبعض شئين فأذل لمن شئت منهم واستغف لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم من بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منهم لذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات العل لكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أن خسرهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فر الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاروا بالإفك غصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم من ما اكتسب من الإثم والذي تغلى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقصهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يألوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فر الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم إما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فاذن الله عليكم ورحمته وأن الله روح رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فاذن الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئون الفر منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرنى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذين يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مورؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأدسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مداع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قل للمؤمنين يغذروا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغذرن من أبصارهن ويحفظوا فروجهن ولا يبدين زينتهم إلا ما ظار منها وليغربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نساء أو ما ملكت أيماننا بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال من الرجال بالطفل الذين لم يظهروا على أراط النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقرا يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبذغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عليكم فيهم خيرا وآتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إن أردنا تحسنا لثبتغوا عرض الحياة للدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومرعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مسباح المسباح في سجاجة فالزجاجة كأنها كركب دري من يوقض من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضعب الله الأمثال من الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ولو ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالقدم والآصار رجال لا تمهيهم تجارة ولا بيض عن ذكر الله ويقاء الصلاة ويتاء السكاة يخافون يوما أن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسب رصغم آنم حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أرك ذلمات في بحر الوجي إن يغشاه مرج من فرقه مرج من فرق سحاب ذلمات بعضها فرق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح لولا في السماوات والأرض والقير صافات كل قد علم ثلاثه وتصبيحه والله عليم وعليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله حكاما فترى البدخ يخد من خلاله وينزل من السماء من جبال وفيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأوصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبة لئن الأبصار والله خلق كل دابة مما فبنهم من يمشي على بطنه ومنهم من من يمشي على رجلين ومنهم من من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الزعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأخعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتع الله ورسوله ويخشى الله ويتقهم فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير منهم بما تعملون قل أطير الله وأطير الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما هم منه وعليكم ما هم منهم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف منهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي انتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض صلاة عشاء ثلاث أوراق لكم ليس عليكم ولا عليهم جماح بعدهم طوافون عليكم من بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأكفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم وانحكيم والقواعد من النساء إلا فيها يرجون ركاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات من مذينه وأن يستعففن خير له والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرد حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا اجعلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم المفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاكا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يضين الله لكم الآيات لعلكم تعقنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسلني وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذابوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شئين فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم من بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لذاتا فليحفر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات العل لكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يراكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يراكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلونهم شادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاروا بالإفك غصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مما اكتسب من الإثم والذي تغلى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقصهم خيرا وقالوا هذا إذ كم مبين لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإذ لم يألوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم إما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتال عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إلا كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روح رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئون الفر منكم والسعة أن يؤتوا للقردى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور ورحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذين يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الحبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك موررؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزقهم كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قل للمؤمنين يغذروا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغذرن من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ولا يبدين زينتهم إلا ما غار منها وليغربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو لسائهن أو ما ملكت أيماننا بالتابعين غيرئن الإرمة من الرجال من الرجال بالطفل الذين لم يظهروا على أغراط النساء ولا يضربن بأرجرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبذغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن عليكم فيهم خيرا وآتوا مما لله الذي آداكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إن أردنا تحسنا لثبتقوا أرضا الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومرعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل أغري كمشكات فيها مسباح المسباح في سجاجة الزجاجة كأنها كركب دري من يقض من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضعب الله الأمثال من الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ونور ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدم والآصال رجال لا تمهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاء الصلاة وإهتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الصلاة حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أرك ذلمات في بحر الوجي يغشى مرج من فرقه مرج من فرق سحاب ذلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح لولا في السماوات والأرض والغير صافات قل إن قد علم ثلاثه وتصبيحه والله عليم عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله عكاما فدرى الفدخ يخد من خلاله وينزل من السماء من جبال وفيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأوصار يقلب الله الليل والنهار وإن في ذلك العلوة لأوصار والله خلق كل دابة مما فبنهم من يمشي على بطنه ومنهم من من يمشي على رجلين ومنهم من من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سراط من مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ويطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقول لهم الحق يأتوا إليهم الضعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأفعنا وأولئك هم المفلحون فمن يتع الله ورسوله ويخشى الله ويتقهم فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير منهم بما تعملوا قل أطيروا الله وأطيروا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما كمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين يمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف النام في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي انتظى لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركونني شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرضات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض صلاة العشاء ثلاث عرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جماح بعدهم طوافون عليكم من بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأكفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لكن لا يرجون نكاحاً فليس عليهم مجناح أن يضعن ثيابهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات من بذينه وأن يستعففن خير له والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرد حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم او ما ملقتم المفاتحهم او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاثا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات بعلكم تعقنون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسونه واذا كانوا معهم على امن جامع لم يذابوا حتى يستأذنون ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسونه فاذا استأذنوك لبعض شئين فاذا لمن شئت منهم واستغف لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم من بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا فليحذر الذين يخالفون عن امري او تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم